موسيقى الرئيس السيسي يستقبل وفدا اقتصاديا كويتيا ويؤكد تطلع لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستخاثات بمجلس الوزراء ويؤكد أهمية تكتف جهود رفع المعنى عن المرضى وذويهم المحكمة الدستورية الروسية تصدق على انضمام المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا وزيلانسكي يعلن تحرير مدينة ليمان لاستراتيجية الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة دورا بتوقيت جرانتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى أكد رئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال وشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة وكذلك الإطار التشرعي المتطور لعملية الاستثمار بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر وخلال استقباله وفدا اقتصاديا كويتيا من رموز مجتمع الأعمال بالكويت برئاسة محمد جاسم السقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير صالح طلب الرئيس السيسي بنقل تحياته إلى شقيقيه الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ومشعل أحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت معربا عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رجال الأعمال الكويتين نقلوا إلى رئيس السيسي تحيات شقيقيه الأمير نوافل صباح وولي العهد مشعل الصباح معربين عن تشارفهم بهذا اللقاء الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الإخوة والتعاون المشترك ومؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر لا سيما في قطاعات التقى المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية كما أشهد الجانب الكويتي بما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من نقلة نوعية لافتة في جميع القطاعات التنموية على نحو غير مسبوقة وفي فترة زمنية قياسية وكذلك لما يلمسونه من المتابعة الشخصية الحثيثة والمنتظمة للرئيس السيسي للإجراءات المتخذة لتسهيل تدفق الاتثمارات إلى مصر وكافة الإجراءات ذات الصلة بعث رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد بكر والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناثبة الزكرة التاسعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة تضمنت البرقية تمنيات أن يديم الله عز وجل الانتصارات على مصر الحبيبة في شتى المجالات وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء كما بعثت هيئة قضايا الدولة ببرقية تهنئة إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد ذكي وجيش مصر العظيم بمناسبة الدكرة التاسعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة داعينا المولى عز وجل أن يحفظ مصر الغالية وجيشها الباسل من كل سوء وتظل راية الوطن عالية خفاقة في كل وقت وذلك في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ حرص المجلس على توطيد كافة أواصر التعاون مع البرلمان العربية دعما للنهوض بمصالح الأمة العربية في كافة الاتجاهات جاء ذلك في برقية بعثها رئيس مجلس الشيوخ للتهنئة عادل بن عبد الرحمن العسومي بمناسبة اختياره رئيسا للبرلمان العربي لفترة ولاية ثانية وأكدا أن ذلك الاختيار يعكس ثقة أعضاء البرلمان العربية الكاملة في قدرة وكفاءة عادل العسومي وفي مواصلة حمل أمانة رئاسة البرلمان العربية كما هنأ رئيس مجلس الشيوخ النائب على عابد عضو مجلس النواب على إعادة انتخابه نائبا لرئيس البرلمان العربي متمنيا له النجاح والتوفيق في خدمة بلاده وأمته العربية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستمرار في تكتيف الجهود للمساعدة في رفع المعاناة عن المرضى ودويهم وتوفير كل سبل الدعم الممكن لهم تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشواملة واللائقة للمواطنين وخلال متابعته الجهود المبذولة من اللجنة الطبية العليا والاتغاثات بالمجلس على مدار الربع الثالث من عام 2022 جدد مدبولي الإشادة بالجهود التي تفذلها اللجنة الطبية العليا والاتغاثات وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللذما لهم بالتنصيق مع الوزارات والجهات المعنية وأكد التقرير الذي طلقه رئيس الوزراء بهذا الشأن أنه تمت الاستجابة إلى 1530 اتغاثة طبية تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وقع الوأة بحري أركان حرب محمود عادل فوزي مدير الكلية البحرية بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد عبدالله زايد مدير مكتبة الأسكندرية وذلك لإنشاء سفارة معرفات تابعة لمكتبة الأسكندرية داخل كلية البحرية يعتبر البروتوكول هو الأول من نوعه الذي يتم توقيعه مع مكتبة الأسكندرية ويهدف لتشجيع طلاب على التعلم الداتي وتنمية مهارتهم باستخدام قواعد البيانات العلمية المتوفرة بمكتبة الأسكندرية يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير المستمر للمنظومة التعليمية للإعداد والتأهيل العلمية لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية بالتعاون المثمر مع المؤسسات العلمية والتقافية بالدولة أهلا بكم من جديد تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 113 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 6 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 97 طن أما في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 10 أطنان حديد تسليحة وفي مجال قضايا المخابض تم ضبط 722 قضية من بينها 64 قضية خبز ناقص الوزن و58 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير تم ضبط 19 قضية بمدبوغات بلغت أكثر من 111 طن استقبل وزير الخارجية سمح شكري رئيس مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية مارتن تولز وأعرب شكري خلال اللقاء عن الترحيب بدور المؤسسة في تنفيذ المشروعات التنموية في مصر كما استعرض رؤية مصر تجاه العديد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية أعربت وزارة الخارجية عن تعازي مصر وموساتها لحكومة وشعب إندونيسيا صديقة كما أعربت الخارجية عن تعازيها لأسر ضحايا أحداث التدافع في مباراة كرة القدم التي أصفرت عن العشرات من الضحايا والمصابين وأكدت الخارجية على تضامن مصر مع إندونيسيا في هذا الحادث الأليم أكد رئيس العرقي برهم صالح أهمية الخروج من الأزمة السياسية في البلاد عبر الحوار وخلال لقائه وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاس خارت تم بحث الأوضاع الأمنية والسياسية بالعراق حيث تم تأكيد على ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية والوصول إلى نتائج إيجابية تضمن الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول مقتل إرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا في محافظة نينوى شمالي العراق فضلا عن إنقاء القبض على ستة إرهابيين آخرين في محافظات مختلفة وفي بيان له قال يحيى رسول إن جهاز مكافحة الإرهاب نجح في تنفيذ عملية أمنية في جبال بادوش بمحافظة نينوى أصفرت عن مقتل أحد الإرهابيين أثناء اشتباكات مباشرة خلال محاولته الهروب من قبضة القوات الأمنية مشيرا إلى أنه تم تفجير الأنفاق التي كان يتخذها الإرهابيون كملاد آمن لهم بشكل كامل ووضح أن جهاز مكافحة الإرهاب نفد سلسلة من العمليات في محافظات مختلفة أصفرت عن إلقاء القبض على ستة من عناصر تنظيم داعش الإرهابية أصدر أمير الكويت نوافل أحمد الجابر الصباح أمرا بقابول استقالة الحكومة الكويتية ووجه الأمير الكويتية الوزراء بتسيير أعمال وزارتهم لحين تشكيل حكومة جديدة وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباحة قدم استقالة الحكومة خلال لقائه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباحة أعرب الأمير العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت عن قالقه بسبب عدم تمديد الهدن في اليمن التي ينتهي موعدها اليوم وأكدا أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة وأن إنهاء الهدن سوف يعيد الأزمة قطوات للوراء ودع أبو الغيت قوات الحوث إلى إعلاء مصلحة اليمن والإنخراط بإيجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدن الإنساني في اليمن بهدف تخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني وتمكينه من حقه الطبيعي في الحياة في أمان والتنقل بحرية فوق أرضه ورحب أبو الغيت بدعم الأطراف الإقليمية والدولية لتمديد الهدن في اليمن كما رحب ببيان الحكومة اليمنية الشرعية بشأن تأكيدها على رغبتها في التعامل الإيجابي مع مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدن الإنسانية رصد الجيش اليمني أكثر من خمسة ألاف خرقا للهدن الأممية ارتكبتها قوات الحوثي في محور محافظة تعز جنوبي غرب اليمن وذلك منذ بداية الهدن في الثاني من إبريل الماضي وأكد الجيش في بيان أن خروقات قوات الحوثي تنوعت بين الأعمال الهجومية واستخدام طيران المسير وأسلحة المدفعية والقناصة وزرع الألغام مضيفا أن الخروقات جميعها أسفرت عن مقتل 34 جنديا وإصابة 155 أخرين بالإضافة إلى مقتل 11 مدنيا وإصابة 56 أخرين أكد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندر كينج أن اليمن بحاجة إلى تحقيق السلام وفتح المفاوضات بين الأطراف اليمنية وقال ليندر كينج أنه يجب توسيع الهدن الإنساني التي تنتهي اليوم لتضم المزيد من الرحلات الجوية التجارية والمزيد من النفط في السوق وأكدت الحكومة اليمنية تلقيها مقترحا من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد الهدن وتوسيعها ابتداء من اليوم مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة المقترح وستتعامل معه بإيجابية وسط تعاند قوات الحوثي وطرح عدد من الاشتراطات التعجيزية للتنصل من بنود الهدنة كشفت الاستخبارات الروسية عن وجود أدلة تشير إلى طورة الدول الغربية في تفجيرات بخط الغاز نوردستريم ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين بالإضافة إلى تدمير عشرات الدبابات والآليات العسكرية وفي بيانها اليومي قالت الوزارة أن أكثر من مئة جندي أوكراني تم القضاء عليهم خلال اليوم الماضي بالإضافة إلى تدمير 12 آلية عسكرية بدربات صاروخية في مقاطعة خاركيف كما أحبطت القوات الروسية هجوما عنيفا شنت القوات الأوكرانية في منطقة خيرسون وتمكنت من تدبير 31 دبابة و78 وحدة من المعدات الخاصة والقضاء على أكثر من 240 جندي أوكرانيا قالت وكالة الأنباء الروسية تاس أن موسكو ستجري انتخابات برلمانية في دونسك والوهانسك وخيرسون وزابورجيا في سبتمبر 2023 هذا وصدقت المحكمة الدستورية الروسية على وثائق انضمام دونسك والوهانسك وخيرسون وزابورجيا إلى روسيا وذلك بعد إجراء استفتاءات شعبية في هذه المناطق وتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاتفاقيات الخاصة بانضمام هذه المناطق لروسيا وفي بيان لها قالت المحكمة الدستورية الروسية أن اتفاقات انضمام هذه المناطق لروسيا يتماشى مع دستور البلاد أعلن رئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسك أن بلدة ليمان الشرقي الرئيسية أصبحت خالية تماما من القوات الروسية وذلك بعد يوم من إعلان موسكو أن قواتها قررت لانسحاب من معقلها الشمالي منطقة دونسك الذي سيطرت عليه لأشهر كان زيلانسك قد أعلن أن جيشه الذي بات يسيطر على مدينة ليمان الاستراتيجية في شرق البلاد سيستعيد الأيام القادمة مدنا أخرى في منطقة دونسك التي أعلنت روسيا ضمها ورسميا الجمعة الماضية بحث وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلانكين ونظير الأوكرانية ديمترو كوليبا الأوضاع في أوكرانيا بعد إجراءات ضم أراضي أوكرانية لروسيا وخلال محادثات هاتفية استعرض الوزيران لإجراءات المتزايدة التي تنفذها القوات الروسية ضد الشعب الأوكرانية وأجد بلانكين تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستحترم دائما حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا وستواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة السيطرة على أراضيها من خلال تعزيز قبضتها عسكريا وديبلوماسيا كما أطلع وزير الخارجي الأمريكي نظيره الأوكراني على المساعدة الأمنية الأمريكية بما في ذلك حزمة مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية والبلغة 1 و1 من 10 مليار دولار والتي أعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع رحب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بسيطرة أوكرانيا على معقل الليمان الرئيسي من روسيا في شرق أوكرانيا وفي تصريحات لله خلال مؤتمر صحفي في هواي قال أوستن إن ما حدث في الليمان بمثابة نجاح مشجع في ساحة المعركة من شأنه أن يخلق معضلات جديدة للجيش الروسي هذا واستخدمت روسيا الليمان كمركز لوجستي لنقل عملياتها في شمال منطقة دونسيك كما تعد السيطرة على الليمان أكبر مكسب لأوكرانيا في ساحة المعركة منذ الهجوم المضاد الخاطف في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية الشهر الماضي قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخط خلال زيارة غير معلنة لمدينة أوديسا الأوكرانية إن ألمانيا ستسلم أول نظام من بين أربعة أنظمة دفاع جوي متطورة إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة للمساعدة في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة وشهدت أوكرانيا عددا أكبر من الهجمات بطائرات مسيرة في الأسابيع الأخيرة مما أدى إلى سقوط قتل وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وتواجه ألمانيا دعوات لزيادة دعمها لأوكرانيا بما في ذلك إرسال أسلحة هجومية مثل الدبابات الحديثة التي تقول قياف إنها تحتاجها لمهاجمة القوات الروسية فرضت أستراليا عقوبات مالية وحضر صفر على 28 من الوزراء والمسؤولين الكبار الذين عينتهم روسيا بعد أعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق في أوكرانيا واستهدفت العقوبات الجديدة الأفراد الذين اتهمتهم الحكومة الأسترالية بانتهاك القانون الدولي في أوكرانيا وفي بيان لها قالت وزيادة الخارجية بني وونغ إن هذه العقوبات الإضافية تعزز اعتراض إسراليا القوية على تصرفات الرئيس بوتين ومعاونيها وقالت وونغ أن المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية حاليا هي منطقة ذات سيادة لأوكرانيا ولن يغير استفتاء وهمي ذلك قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه من المتوقع أن يعقد رئيس الوكالة رفائل جروسي محادثات في موسكو وكييف هذا الأسبوع بشأن إنشاء منطقة حماية حول محطة ذا بورجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن جروسي واصل مشاوراته ضمن الجهود الأخرى الرامية إلى الاتفاق على منطقة أمان وأمن نووية حول ذا بورجيا وتنفيذها في أقرب وقت ممكن ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن سفينة خامسة استأجرها برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة وصلت إلى أحد الموانئ على البحر الأسود في أوكرانيا وستنقل شحنة من القمح الأوكراني إلى الصومال وأكدت الوزارة أن نحو 5.8 مليون طن من المنتجات الزراعية غدرت حتى الآن الموانئ الأوكرانية بموجب اتفاق توسطت في الأمم المتحدة في نهاية يوليو الماضي وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الأزمة بسبب إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود وهو طريق رئيسي للشحنة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في الإمدادات في إفريقيا وشرق الأوسط أقرت رئيسة الوزراء البريطانية لستراس بأنه كان يتعين عليها بد المزيد من الجهود لتهيئة الأجواء بشكل أفضل لخطتها لنمو الاقتصادية من أجل تقليل رد فعل السوق وقالت تراس إنها تريد طمأنة البريطانيين بأن خطتها ستصب في صالحهم على الأمد الطويل بعد أسبوع من كابوس سياسي واقتصادي هز الأسواق المالية البريطانية تعمل رئيسة الوزراء البريطانية لستراس على توضيح مواقفها قبل مواجهة حزبها الذي يتصعد فيه الغضب وذلك في المؤتمر السنوي للمحافظين وبعد أقل من شهر على توليها رئاسة الحكومة لا تزال خطة التخفيض الضريبي الهائلة التي كشفتها الأسبوع الماضي رئيسة الوزراء ووزير ماليتها تثير الجدل وأدى إعلان الخطة إلى حالة دعر في الأسواق وانخفض سعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوى تاريخي وانتقد صندوق النقد الدولي المشروع بينما اضطر البنك المركزي إلى التدخل بشكل عاجل لتهدئة الأمور وبعد أيام من الصمت في مواجهة الموقف اعترفت لسترس بحدوث اضطرابات لكنها استبعدت التراجع عن الخطة قائلة إن الشتاء سيكون صعبا إلى ذلك تراجع حزب المحافظين في استطلاعات الرأي مع تقدم المعارضة العمالية بفارق 33 نقطة حاليا وفقا لدراسة نشرها معهد يغوف في سابقة لم تسجل منذ تسعينيات القرن الماضي وعهد توني بلير رئيس الوزراء الأسبق وأفاد استطلاع آخر للرأي نشرت نتائجه الجمعة بأن أكثر من نصف البريطانيين يعتقدون أن رئيسة الوزراء يجب أن تستقيل وكان صندوق النقد الدولي قد أكد أن خطط الخفض الضريبي وهي الأكبر في تاريخ بريطانيا والمقرر تطبيقها في نوفمبر ستزيد عدام العدالة بين المواطنين أظهرت بيانات لوادرة التجارة بكوريا الجنوبية أن العجز التجاري وصل إلى 3.77 مليار دولار في سبتمبر الماضي متراجعا لشهر السادس على التوالي وهي أطول وفاة تعجز التجاري منذ الأزمة المالية الأسيوية التي وقعت في 1997 وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية لتجاوز الواردات نسبة الصدرات إذ ارتفعت الواردات بنسبة 18.6% عن العام الماضي بينما زادت الصدرات بنسبة 2.8% أكد وزير المالية النمسوي ماغنوس برونر أن ميزانية العام القادم على وشك الانتهاء والمفاوضات جارية على المستوى الفنية منذ منتصف أغسطس الماضي مشيرا إلى أنه سيلقي أول خطاب لشرح الميزانية في 12 أكتوبر الجاري وعشر وزير المالية النمسوي إلى أن البرلمان سيناقش الميزانية في نوفمبر المقبل مشيرا إلى استمرار التخفيض في نسبة الدين في خطة الميزانية حتى عام 2026 يواجه الاقتصاد النمسوي الكثير من التحديات تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي وتدابير مكافحة التضخم حيث تستهدف النمسى إعادة نسبة الدين إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة وزارة المالية النمسوية أوضحت أنه بسبب ضعف النمو الاقتصادي والتدابير اللازمة لمواجهة التضخم ستكون لدى النمسا نسبة دين تبلغ نحو 80% هذا العام وفي العام المقبل ستنخفض بالفعل نسبة الدين وفي السنوات القادمة يجب أن يكون الهدف هو التحرك نحو 70% مرة أخرى وزير المالية النمسوية ماجنوس برونر أكد أن ميزانية العام القادم على وشك الانتهاء والمفاوضات جارية على المستوى الفني منذ منتصف أغسطس الماضي كما تستمر المناقشات السياسية منذ سبتمبر الماضي وأشار إلى أنه سيلقي أول خطاب لشرح الميزانية في الثاني عشر من أكتوبر الجاري وأشار وزير المالية النمسوية أيضا إلى أن الميزانية سوف يتم مناقشتها في البرلمان النمسوي وذلك في نوفمبر المقبل مشيرا إلى استمرار التخفيض في نسبة الدين في خطة الميزانية وذلك حتى عام 2026 يذكر أن ارتفاع تكلفة ديون النمسا منذ بداية العام جاء نتيجة الزيادات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لمكافحة موجة التضخم العالمية أفادت وسائل إعلام ألمانية أن وفدا من ستة نواب ألمان وصل إلى تايوان في زيارة تستغرق خمسة أيام تتضمن اجتماعات مع رئيسة تنفيذية لتايوان ونائبتها ورئيس البرلمان وقالت مصادر إعلامية ألمانية أن الزيارة تهدف إلى تقييم الوضع الأمني لتايوان وبحث التطورات الاقتصادية والسياسية للجزيرة تأتي هذه الزيارة بعد شهرين من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي فلوسي إلى تايوان وما تبعها من إجراءات الصين منورات عسكرية وسعة النطاق حول تايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها اشتركوا في القناة عدت كوريا الشمالية مجددا لفرض إجراءات ارتداء الكمامات في محاولات لمنع تفاشي بايروس كورونا والإنفلوانسا ويأتي فرض اترداء الكمامات قبل شهر واحد تقريبا من تعليمات التي أصدرها رئيس كوريا الشمالية كام جونج أون وقال فيها أنه يجب ارتداء الكمامات مع دخول شهر نوفمبر عندما يبدأ التقص في البرودة ذكرت صحيفة فينانشال تايمز أن شركة مودرنا رفضت تسليم الصين حقوق الملكية الفكري الأساسية وراء تطوير لقاح فيروس كورونا مما أداء الانهيار مفاوضات بشأن بيعه هناك فأكدت الصحيفة أن شركة الأدوية الأمريكية رفضت طلب الصين تسليم وصفة لقاحها بسبب مخاوفات تجارية وأخرى تتعلق بالسلامة مشيرة إلى أن الشركة لا تزال حريصة على بيع اللقاح للصين ولم توافق الصين على أي لقاحات أجنبية لكورونا وتعتمد على العديد من اللقاحات المطورة محليا في بيكين ذكرت لجنة الصحة الوطنية أن الصين سجلت 719 إصابة جديدة بفايروس كورونا منها 179 إصابة مصحوبة بأعراض و540 بلا أعراض وأضافت اللجنة أنه لم تسجل أي وفيات جديدة لإضال العدد الإجمالي عند 5226 وفاة في عموم البلاد هذا وسجلت العاصمة بيكين إصابتين محليتين جديدتين مصحوبتين بأعراض فيما سجلت مدينة شنغهايا المركز المالي الصيني إصابة محلية جديدة وواحدة مصحوبة بأعراض أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بجدر القردة ارتفع إلى 25851 حالة في مختلف الولايات الأمريكية وفي بياننا له أضاف المركز أن ظروة حالات الإصابة بلغت أكثر من 5000 إصابة في ولاية كاليفورنيا وحدها ثلاثة ولاية نيويورك التي سجلت ما يقرب من 4000 حالة إصابة ثم ولاية فلوريدا بأكثر من 2500 حالة يتوجه الناخبون في البرازيل إلى سندق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد في انتخابات تشهد منافسة قوية بين الزعيم اليسري البرازيلي لولا دا سيلفا رئيس اليميني الحالي جايير بولسونارو وإذ لم يحصل أي من المرشحين المرشحين عفوا البالغي عددهم 11 على الأكثر على أكثر من 50% من الأصوات فإن أكثر مرشحين حصلوا على أصوات سيخوضان الجولة الثانية من الانتخابات في 30 من أكتوبر انتخابات رئاسية تشهدها البرازيل يتنافس فيها أبرز مرشحي البلاد الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو مع مرشح اليسار الرئيس السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفا ودعي أكثر من 156 مليون برازيلي إلى التصويت في البلد التي تقع في أمريكا اللاتينية وفي السادسة والسبعين من عمره يسعى لولا دا سيلفا رئيس البلاد من 2003 إلى 2010 والعامل السابق في قطاع المعادن وصاحب المسيرة الاستثنائية لولاية جديدة ثالثة تؤمن له عودة لم تكن متوقعة بعد أربع سنوات من سجنه المثير للجدل لشبهات فساد في المقابل ترجعت شعبية الرئيس اليميني المتطرف والبالغ من العمر 67 عاما بسبب أزمة كورونا والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في بلد يعاني فيه أكثر من 30 مليون شخص من الجوع لكن بولسونارو ما زال مقتنعا بأنه سيعاد انتخابه وللفوز في الجولة الأولى يجب أن يحصل مرشح على أكثر من 50% من الأصوات المحتسبة التوتر بين المرشحين كان ملموسا وسط تبادل لولا دا سلفا وبلوسونارو لاتهامات ويبدو أن نقل السلطة قد يكون أكثر صعوبة في حال فوز مرشح اليسار لولا دا سلفا إذا استمر أسابيع طويلة قبل تنصيبه في الأول من يناير وفي هذا الإطار اعترف لولا دا سلفا بمخاوف من حصول اضطرابات خلال الفترة الانتقالية لتسلم السلطة يأتي ذلك فيما أعطى جاير بلوسونارو إشارات عدة لأنه قد لا يعترف بالنتائج في حال هزمته ملمحا لمخاطر حصول تزوير دون أن يقدم أي دليل على ذلك موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ووجه محافظ القاهرة التهنئة لطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام دراسي الجديد متمنيا لهم التوفيق كما التقى عددا من اولياء الامور وطمأنهم ان الدولة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لانجاح العملية التعليمية مشيرا الى توافر الكتب المدرسية واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل موسيقى قامت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الفيون بتوزيع 30 شنطة مدرسية على التلاميذ الايتام والاولى بالرعاية بالمرحلات الابتدائية يأتي ذلك ضمن مبادرة رجعين نتعلم لسداد مفصروفات المدارس وتوفير المسلزمات المدرسية للأسر الاكثر احتياجا في محافظات مصر بمناسبة رجوع طلاب للمدارس مبادرة رجعين نتعلم والانطلقت في جميع محافظات الجمهورية برعاية مؤسسة حياة كريمة للنهوض بالعملية التعليمية في جميع محافظات مصر انطلقت في محافظة الفيون يوم 21 سبتمبر بتوزيع 1250 شنطة على 6 مراكز داخل محافظة الفيون ومش بس الهدف ده الاساسي بتاعنا احنا كنا برضو بنسدد المصرفات المدرسية للأسر الاكثر احتياجا وذلك للمنهوض بالعملية التعليمية داخل المحافظة شهدت مدارس محافظة الغربية التي تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة في كرة مركز زفتة حضورا طلابيا بعد تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتخفيض كثافة الفصول الدراسية فأكد محافظة الغربية تاريخ رحمي ان المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت معالم القرى بمركز زفتة هذا وحرص المحافظ على مشاركة الطلاب في غرس الاشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انشاء الحكومة 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الاقليمي لزراعة الاعضاء وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن المركز الاقليمي لزراعة الاعضاء والمقارر انشائه داخل المدينة الطبية المستحدثة بما هات ناصر ستضمن 12 غرفة عمليات فقط و300 سرير داخلية بالاضافة إلى 52 سرير رعاية فائقة و56 سرير رعاية متوسطة وفي سياق متصل يستهدف المركز توسع في تخاصصات زراعة أعضاء مختلفة مثل الرئى والقلب والكلة والكبد وغيرها أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة جاء ذلك خلال اجتماع نعقده لاستعرض استعدادات استضافة مصر لقمة المناخ وخطة نقل الوفود المشاركة خلال فعاليات القمة هذا وتشارك وزارة التنمية المحلية عبر هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالأسكندرية بعدد 210 أوتوبيسات منها 100 أوتوبيس تعمل بالغاذ الطبيعي و110 تعمل بالكهرباء وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربية من ناحية أخرى أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وخلال اجتماعه مع محافظ سهاج طارق الفقه ومحافظ قنع أشرف الدوادي ووفد من البنك الدولي برئاسة ماريناويس المديرة القطرية لمصر واليمن واجبوتي بالبنك أكد وزير التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد أسهم خلال السنوات الخمس الماضية في خدمة أكثر من خمسة ونصف مليون مواطن في محافظتي سهاج وقنع وأكثر من مائة ألف من مؤسسات أصحاب الأعمال فضلا عن توفير 396 ألف فرصة عمل وذلك من خلال الاستثمارات التي تم تنفيذها في مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية تكتلات الاقتصادية الواعدة باستثمارات تقدر حتى الآن بنحو 16.3 مليار جنيه بحثت الحكومة مع خبار الرأي الحديث والصرف بالبنك الدولي تنصيق المشترك في مجال دراسات التوسع في الاعتماد على الرأي الحديث في مصر للتحديد أولويات ومناطق العمل خلال الفترة المقبلة وخلال اجتماع لوزير الموارد المائية ورأي هاني سويلم مع خبراء البنك الدولي أكد الوزير أن الدولتات تبدل جهودا كبيرا لمواجهة التحديات المائية وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعية كما تمت خلال اللقاء منقشة مختلف البدائل المستخدمة عالميا في مجال نظم الرأي الحديث مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وإلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع جمعي للمؤشرات مدفوعة بمبيعات للمستثمرين العرب والآجانب قابلتها مشتريات من قبل المصريين وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 681.3 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.9 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي ج اكس 30 بنسبة 1.36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 9693 نقطة كما هبط مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة اي ج اكس 70 بنسبة 1.45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2117 نقطة وتراجع مؤشر اي ج اكس 100 بنسبة 1.48 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.141 نقطة يواصل مهرجان الداو الدولي للفنون فعالياته في دورته الأولى بمدينة الغردقة بمشاركة اكثر من 40 فنانا من جميع دول العالم منها الولايات المتحدة الامريكية والاردن وتونس وازبكستان هذا واحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيا على مصرح ارينا بالممشى السياحي بالغردقة ضمن فعاليات المهرجان والمهرجان مستوحى من الدور التاريخي للبحر الأحمر في التجارة الدولية حيث كانت الداو سفينة شرعية عربية خدمت في التجارة وحققت التبادل بين الثقافات موسيقى موسيقى مشاركيتي المرة في مهرجان الدور الدولي للفنون هي مشاركة مختلفة عملت فيها ثلاث أعمال الثلاث أعمال بيتكلموا عن فكرة البحر وعلاقته بالمكان بفكرة الشمس وعلاقتها بالمكان بفكرة المدينة القديمة اللي موجودة هنا والحلق الشعبية اللي موجودة بسوطة جداً للمشاركة في وسط فنانين أجانب وفنانين مصريين من أهم الفنانين على مستوى العالم وشغلي عباره عن موريال بينتينج موزيك فصيف زجاجية وهو طبعاً بيتكلم عن مصر تعيد بالمشاركة ثانياً المهرجان أنا شايف أنه من أهم المهرجانات اللي بتتعمل هنا في الغرداء تقريباً أربعين فنان من عشر دول مختلفة رسمت عملين في خلال سبعة أيام كانت مدة الورشة المتاحة لنا عربت جورجيا ميلوني زعيمة حزب إيطاليا إخوة إيطاليا الفائزة في الانتخابات العامة الإيطالية عن شكرها وامتنانها لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها وأكدت ميلوني على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي استعداد إيطاليا للتعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية مع مصر خاصة في قطعات أمن الطاقة وقضايا الشرق الأوسط واستقرار حوض البحر المتوسط شاهدينه في ختم النشر هذه عنوين الأخبار الرئيس السيسي يستقبل وفداً اقتصادياً كويتياً ويؤكد تطلع لتطوير علاقات التعاون اقتصادي والتجاري بين البلدين مدبول يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ويؤكد أهمية تكتيف جهود رفع المعنى عن المرضى ودويهم المحكمة الدستورية الروسية تصدق على انضمام المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا وازل نسكي يعلن تحرير مدينة نيمان الإسراتيجية ختم نشط الثالثة دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء